اشتركوا في القناة ونموذج تاني سيكون بدون عناصر الإجابة الفرض هو عن نحو التالي هل المنهج التجربة لوحده قادر على بناء النظريات العلمية هذا هو السؤال القولة هي عن نحو التالي إن التجربة التي لا تصحح أي خطأ وتقدم نفسها كحقيقة لا نقاش فيها لا تصلح لأي شيء انطلاقا من تحليلك للقولة هل يمكن القول أن التجربة تحتاج إلى العقل في بناء النظريات العلمية قبل أن تطلعوا على عناصر الإجابة المرجو والاشتغال على هذين النموذجين بجديتين وبصارانة بعدها يمكنكم الاطلاع على عناصر الإجابة التي هي على النحو تالي أولا لنبدأ بعناصر الإجابة الخاصة بالسؤال أول شيء كما تنص على ذلك أطور مرجعية وعناصر الإجابة الخاصة بالامتحى الوطني أول شيء نقوم به هو تحديد المجال الذي ينتمي إليه السؤال والسؤال الموجود بين أيديكم المجال الذي ينتمي إليه ومجزئات المعريفة الموضوع يعني المفهوم هو النظرية والتجربة عناصر المفارقة أو الإحراج يمكن صياغته عن نحو تالي المنهج التجريبي لوحده قادر على بناء النظرية العلمية المنهج التجريبي لوحده غير قادر على بناء النظريات العلمية الإشكال الذي يتيره السؤال هو إمكانية بناء النظرية العلمية بواسطة المنهج التجريبي أسئلة يمكن صياغته على النحو التالي ما النظرية العلمية وما المنهج التجريبي وهل المنهج التجريبي قادر لوحده على بناء النظرية العلمية أم أنه يحتاج إلى عنصري العقل والخيال هذا فيما يتعلق بمطلب الفهم مطلب التحليل تحديد ما يستفهم عنه السؤال وشرح المفاهيم الأساسية فيه عندهم مفهوم النظرية العلمية عندهم مفهوم المنهج التجريبي وعندهم مفهوم البناء ثم بعد ذلك يعني بعدما سأحدد ما يستفهمه عنه السؤال وأشرح المفاهيم الأساسية يمكن إجابة عن السؤال الإجابة عن السؤال من خلال توظيف المعرفة الفلسفية الملائمة من أفكار ومفاهيم يمكنني أن أختار أحد الجوابين إما يمكن بناء النظرية العلمية بواسطة المنهج الجريبي لوحده أو القول لا يمكن بناء النظرية العلمية بواسطة المنهج الجريبي لوحده إذا اخترت الجواب الأول سننشرحه ونعطي الحجج المناسبة له اخترت الجواب الثاني نفس الشيء أقوم به بالنسبة للمناقشة سأحاول أن أبرز قيمة وأهمية الأطروحة المفتردة وذلك من خلال إنجاز خلاصة جزئية لما تم التوصل إليه في التحليل والتأكيد على قيمة تلك الأطروحة ثم بعد ذلك يمكن أن أستحضر المواقف الفلسفية المؤيدة أو المعارضة لتلك الأطروحة مثلا موقف جلود بيرنار، موقف روني طوم، موقف ألبيرت إنشتين بالنسبة للتركيب سأقوم باستخلاص نتائج التحليل والمناقشة أي الخلاصة العامة للفكرة التي تم التوصل إليها في التحليل والفكرة التي تم التوصل إليها في المناقشة سأختم موضوعي بالرأي الشخصي الذي يجب علي أن أدعمه بالحجج ننتقل إلى العناصر الإجابة الخاصة بالقولة نذكر بالقولة هي إن التجربة التي لا تصحح أي خطأ وتقدم نفسها كحقيقة لا نقاش فيها لا تصلح لأي شيء إن تلاقى من تحليلك للقولة هل يمكن القول أن التجربة لا تحتاج إلى العقل في بناء النظريات العلمية؟ نشوف على المستوى الفهم ماذا يجب علي أن أفعل؟ أولا تحديد موضوع القولة الموضوع يعني المفهوم هو النظريات والتجربة الإشكال الذي تتيره القولة هو محدودية التجربة في بناء النظريات العلمية لأسئلة الموجودة التي تحلي ومناقشة يمكن صياغتها عن نحو التالي ما التجربة وما الحقيقة؟ وهل يمكن للتجربة أن تساهم في بناء النظريات العلمية؟ ألا يمكن القول بأن التجربة المنغلقة على ذاتها هي عائق إبسيمولوجي يحول دون بناء معرفة علمية صحيحة ماذا عن المستوى المقدمة؟ عن المستوى التحليل أول شيء نقوم به سياغت أطروحة القولة القائلة بأن التجربة المنغلقة على ذاتها التجربة الدغمائية التي لا تسعى إلى تصحيح أخطائها هي تجربة غير صالحة لأي شيء لأنها تقدم نفسها كحقيقة مطلقة لا يمكن الشك فيها ثم بعد ذلك شرح المفاهيم الأساسي في القولة كالتجربة الخطأ والحقيقة الخطوة الثالثة هي البناء الحجاجي للمضامي الفلسفية أي توظيف مجموعة من الحجاج من أجل إقناع القارئ بتلك الأطروحة المناقشة إبراز قيمة الأطروحة وحدودها خلاصة جزئية لما تم التوصل إليه في التحليل والتأكيد على قيمة تلك الأطروحة بالإضافة إلى حدودها ثم بعد ذلك استحضار المواقف الفلسفية المؤيدة أو المعارضة مثل موقف جلود بيرنار أو موقف رونيطوم أو موقف غاستون باشلع تركيب استخلاص نتائج التحليل والمناقشة يعني نفس الشيء ليشفناه في السؤال ولكين في القولة ثم الرأي الشخص المدعم بالحجاج والبراهين هذا بالنسبة لنموذج الأول المرفق بعناصر إجابة النموذج الثاني أمامكم بدون عناصر الإجابة وعن نحو التالي السؤال هل يمكن القول أن العقلانية العلمية المؤاصرة عقلانية لا تنفصل عن التجربة نموذج الثاني هو عبارة عن قولة الرأي يفكر تفكيرا ناقصا بل إنه لا يفكر انطلاقا من تحليلك للقولة بيّن حدود الرأي وقصوره في بناء المعرفة إذن هذا هو النموذج الخاص بالفرض الأول الأسدس الثاني ما بقي لي إلا أن أقول لكم إلى اللقاء مع درسين جديد من دروس مادة الفلسفة على قناة فلسوفية النجاح أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته